كواليس الرياضة وكواليس انتصار منتخابنا البارح على منتخاب بوتسوانا ثلاثة بلاش تقريباً إذا أبرز حدث واللي حتى المباراة وفيت في وقت متأخر تقريباً أهم أكتواليتي وممتون حدث مهم جداً باش نبدأوا نحكيه الساعة على المقابلة متاع البارح ونجنيرال المنتخبنا كانت انتصار ثلاثة بلاش على منتخب بوتسوانا انتصار يخلي المنتخب الوطني التونسي يترشح في صدارة المجموعة بعد ما كان في قدل السادارة بعد الهزيمة في مباراة غينيل السيوائية ويحدب ليش في الحقيقة كانت وقتها مباراة غريبة شوي كيفاش يخسرنا والكل والدليل أنه منتخبنا الوطني اليوم ينهي تصفية كأس أفريقيا كأفضل خط دفاع في القارة الأفريقية الكل قبلنا هدف وحيد وهدف اللي كانت سببنا في هزيمة تقريباً منتخبنا اليوم تقريباً معناها مردود وأداء مميز إجمالاً في تصفية الكل البارح المباراة كانت شوط أول لقى فيه صعوبات المتخب الوطني التونسي شوي شوط أول السفر مقابل السفر لكن في الشوط الأثاني بعد الهدف الأول اللي ساجلوا مدافع بوتسوانا ضد مرميه بعد أيروكني المتخب التونسي تخلي يوسف المساكني وكان نجم المباراة لبارح يوسف المساكني الحقيقة وكذب العديد من المتملقين اللي لحقيقة ما تقولش كلامة ما قلتها لا ما يلزمني يلا غالب أنا منساش هاكا نقولوها بكل هاكا بكل ود للناس فما يعني برشا نيس قعدت دي ما تقولها عليش ما عاش عنده بقعة في الكيم نشنال يوسف المساكني 30 سنة يقولك ما عاش عنده بقعة اليوم يوسف المساكني 30 سنة وكل وين يدخل يكون حاسم في كل المباريات في كل المسابقات كاس العالم روسيا 2018 كان نقبرت المساهمين في الترشح ووقتها ما شاركش بسبب الإصابة في الأربط المتقاطع نتفكر ووقتش نيسار كيف كيف الترشح لكاس العالم في 2022 ما نحكيش بطبيعة لكاوس أمام أفريقيا منتخبنا اللي مغابش على حتى نسخة مكاس أفريقيا من عام 94 يوسف المساكني البارح حطم رقم فوزي الرويسي اللي تجاوزوا في عدد الهداف مع المنتخب يوسف المساكني يوصل البارح للهدف متاعه رقم 20 بالثلائية متاع البارح هدف رقم 19 ورقم 20 وفي 92 مبارات مع المنتخب الوطني التونسي نسمع يوسف المساكني يحكي على المبارات متاع البارح الحمد لله واحد وين يعطي الإضافة إن شاء الله دي ما هكا اليوم ما تشكين بها معناها في المنتخب الوطني التونسي بالعادة ما تشكين بها مع المنتخب الوطني التونسي ت LUIS أن رقم 1 منافس برشا ومعنا بأمتالي التونسي تلك العبانية مازل التونسي تلك العباني مهنا 10 منافس برشا مهنا مهناة مرة أكبر أكبر الحاجة اللي هي الملاسي الأخرى الحمد لله تزاميطان جائها كله مع بعض، وعملنا 3 نقاط ياكيد أنا واحد من المجموعه يعني ديما كون مراكس Lيدا ستكلم بلاد حتى نكون ركس جنوه وهي ببنش أنت في حتى نحن بالحن والناس يجب أن يتعاون بيصير وأنا أو الواحد الانفيزة لا تكون موجودة صحيح اليوم عاونت الكيب وإن شاء الله ديما إن شاء الله ديما إن شاء الله ديما يوسف المساكني موجود على كل في المتخب الوطن التونسي وخاصة أنه قاعد يأكد كل مرة البارح لمساكني مريم تخل في الدقيقة 76 من المباراة دقيقة 82 يساجل هدف الثاني المتخب ولو اللي ودقيقة 90 زي 3 يساجل هدف الثالث يوسف المساكني في 14 دقيقة تقريبا يدخل يساجل زوز أهداف بطريقة مميزة جدا بتاع لاعب يعرفون يقف لاعب يعرف كيفاش يتصرف على أرضية الميدان الشي اللي عجز عليه الملاعبين بتاع المنتخب في 76 دقيقة لأنه بونت ولو اللي جابه هدف من مدافع متخب بوتسواني اللي عجزنا عليه في 76 دقيقة تخلي يوسف المساكني في 14 دقيقة ساجل زوز أهداف إذية مش كلام أنا نحب نقوله إذية كلام تقولوا الأرقام يقولوا اللي صار البارح واللي تفرجنا فيه المباراة الكل ماهوش شكر إذية اليوسف المساكني نقولوه لكن كي يستحق زادة بش ننقضوه ننقضوه واكي ما قلت الناس اللي ديمة تحاول تقزم الملاعبية الف المنتخب اللي ديمة يعملوا هاكا يحاولوا مثالش يراجعوا رواحهم شوية ونركزوا فقط أنه ندعموا الملاعبية الممتازين ونحاولوا نشجعوا الملاعبية اللي ما زالوا يتطوروا كيمة البارح مريم شفنا لاعبين اللي حكينا عليهم ليس سعد ساعة البارح بالله يتوضيح للناس اللي تسأل عليش البارح مشاركش ليس سعد راهو فما مشكلة صغيرة في الجواز السفر متاعه التونسي والمشكلة مش من تونس لأنه عنده الجواز الألماني نستنوا أنه يصير فيه ساعة لنه بشيوالي عنده جواز السفر التونسي ذاكي عجم نجمش يشارك البارح مع المنتخب الوطني التونسي ونرم المان بشي نجم يشارك في مباراة مصر نهار 12 سبتمبر أكيد إن شاء الله تنتبعوا في جيوانا فهم الموضوع هذية هذية توضيح للناس اللي تسأل علي إليا السعد أناس حاج محمد البارح كانت ادخل في المباراة تدخل في الأدقيقة 83 والأحقيقة من الملاعبية القليئة اللي يلعب شوية وقت البارح ونشوف أنا حتى في الناس معناها الكل تستحسن في الأداءة متاع ورغم أني أناس تقيمة لعب 10 دقايق 9 دقايق فقط رغم ذاك الناس الكل تشكر فيه وتقول لك الملاعبي ظاهر إنه عنده ليكاليتي والكل إن شاء الله هيأكد إن شاء الله نشوفه في المبارات الجاية ضد منتخب مصر كنتي أخرى البارح مميزة في المبارات اللي هي شفنا قائل جديد للمنتخب الوطني هاي مش نزا اللي كان البارح البغساخ كان عند شكون قبل ما يدخلوه في مساكن كان عند اليس السخيري اليس السخيري للحقيقة واحد من الأعمد بتاع المنتخب في سنوات الأخيرة ملاعب يلعب في انتراخت فرانكفورت في ألمانيا من أبرز اللعبية لوسط الميدان في أوروبا وذي كلام يمتأكد منه بالإحصائيات معناه في الزوز مواسم الأخيرة خاصة اليس السخيري صحيح يمكن كنا نتمنى أن يمشي الفريق أكبر شوية لكن زادة انتراخت فرانكفورت فريق ممتاز جدا في ألمانيا واليس السخيري تحدث على المبارات الجاية البارح وحصول على شارة القيادة بتاع المنتخب الوطني التروسي المنتخب الوطني التأكد من أفضل أفضل قد يجب أن يفعلون من التعارب إن جاءت من تريد ومتع خلفه ومتعب في أخطة ومع من أمراه ومع موتون التعارب ومع هذا المساعدة إلى الثامن ومع هذا المزيد كانت أفضل كانت كذلك كذلك لقد كانت لديك فلتتخبير ولكن في أتنديه ومع هذه الحاجة ومع هذه المستقعفر ومع أعطيع المزيدان لذلك يشاهدوا المعنشين كان يهدف جيدا ودعاً لليس خارج لها غير دائماً ومع خارج من الأجمال وهناك مستعدة مؤسسة ومع ذلك المستعدة ومع ذلك المستعدة في تهلك المناطق يوجد محجرات محجرات ويوسف حد ذلك باستعداد ومع ذلك المستعدة ومع ذلك الكلام هي مستعدة حقًا كان صديق يقول أنه الإسعار المدرب المستعدة من أن يخلصت بقيده كيف كان لك أنه المتخب بوتسوانا كان العب بتكتل دفاعي البارح وذلك اللي صعب مهمة المتخب كيف أثنى على يوسف المساكن والأهداف اللي زوزة متاعه وقال أنه يتخلع وأنه عمل اللي ربما أجازنا عليه في الدقائق اللي قبل دونك إلياسا الأسخيري لحقيقة حتى في الديسكور متاعه مريم تحس أنه الليعب يستحق أنه يكون قائد اليوم في المتخب الوطني التونسي ديسكور محترم وحتى في تصريح آخر هو البارح حتى يسألوه على كأس أمم أفريقيا قالوا لو نطمحه للتتويج باللقاب والكل قال لهم ما زال بكر يراهو على الكلام ذا يزالوا عنا مقابلات أخرين والكل وأكيد في وقته نجم نعملوا كل شيء معناها ديسكور رزين كما نقوله ويعرف يتكلم ويعطي المثال حتى في وسط الجروب وحتى واحد كما يوسف المساكن يزيد دقائد المنتخب كيف حتى هو معناها أثنى عليه والكل دونك ذا كما قلنا البارح هيني أنه بشيكون كابتان ديكيت مش فقط اللعب على تغانه لكن الشخصية ورزانة وأنه يعرف يجمع في ديغاته ويفيق صحابه في وسط اللعب وبرجة وهذه تجي من التجربة وتجي من الشخصية في حد ذاتها خطر وهو ما عندوش علاقة بالعمرة خطر مهم الأداء من أصغر الملعبية يتسمى معناه السخير صحيح عمره ما هوش صغير بارشة كما 18 و 18 لكن يتسمى من الملعبية اللي مزال عندهم خمسة سنين على الأقل مع المتخب الوطني التونسي فما ملعبية أنا ديما نتابعه على تويتر هينيو بولبيبالي هو منتسر طالبي ومنتسر طالبي كل مرة يذكر بإنتي بيقول تونس وإخر صورة اللي يعمرها أسبوع وهو متصور مع عالم تونس ويكتب توجوغون فيختي يحط صورة متاع نصر وعالم تونس حتى منذ يومين ناشونال ديوتي كولينج يعني الدعوة الوطنية معناتها اليوم وهو في الانتخينمان زيدة هو شخصية تحقيقة ممتازة منتسر طالبي من بين يذولي أحسن لعبية كان حمل شرط القيادة المنتخب في مقابل سابقا دونك هذين نفهمو حتى التوجه متاع المنتخب متاع الإدارة متاع المنتخب والمدرب متاع المنتخب دونك الهنا فقط آخر حاجة بيش نختم بيها منتسر الطالبي راه كل لست كل وين يجي المنتخب تقريبا ينشر حاجتك هكا معناه اللي عبتش حس كاينو كل مرة كايني أول مرة هذي كبش مش فيها المنتخب وحاجة ممتازة جدا نحن نتمنى التوفيقش على المنتخب الوطن التونسي في مباراته القادمة ضد المنتخب المسري اللي بيش تكون مبارات كبيرة لحقيقة خاصة المنتخب المسري بيش تكون بيكون نجومه على رأسهم محمد صلاح اللي مازالت الأخبار حتى التوى على الهكلم على الانتقال والاتحاد جدا للسعودي الأمور صعيبة شوية معناها لوجيك ما لكن تبقى ويردة في انتظار وقت يش يوفى المركاتو المركاتو في السعودية يظهر لي مريم الجمعة الجاية نتأكد وخاطب كما تعرف السعودية معناها مش كما سنين الأخرة وكل المركاتو العامة دي تقريبا يمكن معناها تم التمديد فيه بسبب اليسار والفلوس والاستثمارات هذه الكل نستنعو خاصة أن المركاتو معناها انتهى تقريبا في أغلب الدوريات الأوروبية معناها بخلاف البطولة التركية الروسية وغيره نستنعو وليفر بول كان يمشي صلاح فإنه المركاتو مريم انتهى انتهى اليوم الأخر يبنح سابعة انتهى وهو وهو آخر سورة نشرها محمد صلاح على الكونت انستغرام نتعو نعرف المحمد صلاح من أكثر الناس اللي هما يتابعوها أكثر من 6 ملين متابع وعمل تسوير اللي بس المايو متاع ليفر بول والأنز متاع ليفر بول ودهو يظهر لي سكر بيب كل هو البيب زهر مسكر